ده هيكون الموسم التاني من مسلسل خلايا يومي فلو عايزين تعرفوا ايه القصة كاملوا الفيديو الاخر ولكن قبل ما نبدأ اكناك عايزين لايك الفيديو سوستكراي في القناة لو انت لنسوا مش مشترك وكمان فعل جرس الاشتراك عشان يصلك كل جديد ويلا وينا نبتدي بعد ما يومي تثابت من غير توضيح او حتى سبب مقنع ما ادرتش تستحمل ده وحاولت تكلم وتفهم منه اكتر ومش بس كده كانت نوية ترجع له كمان ولكن اللي حصل وقتها انه مردش عليها فقررت تعدي الموضوع وتركز في حياتها او يعني بمعنى صح تحاول تبين اللي حواليها انها كويسة والانفصال ما اصطرش عليها بس كانت يعني كل يوم كده لما تروح بيتها تجيب حسابات صحابه علشان بس تشوف صوره فشفيته لما قص شعره بعدها شفيته هو بيلعب معاهم ومفسوط وددئها اكتر علشان هي بتعاني لوحدها ومش عارفة تتخطاه وهو عاش حياته عادي حاولت تعالج اكتئابها ده بكل الحلول مرة تاكل اكل بتحبه فمايفيتش بحاجة فتروح تشتري حاجات نفسها فيها برضو مايفيتش بحاجة فحاولت تخرج مع نفسها فبرضو رجعت مكتئبة لحد ما قررت ترمي كل حاجته يمكن تنساه بس الفكرة بقى انها كل ما تيجي ترمي حاجة تلاقيها حلوة قوي فتكرر تسيبها وخلاص وهي منهرة كده بقى لمها زميلها بابي ادي لها كده ملف مهم تراجعوا وهو بيديهولها لحظ قد ايه زعلانة فقال لها ما تزعليش وهون عليها وتشجيعوا لها ده اثر فيها فعلا وبدأت تكون كويسة لقيت روبي صاحبتها بعدها بتقول لها ما تعرفيلي كده اي حاجة عن بابي ده بيحب ايه بيكره ايه كده يعني فهي فهمت من كلامها انها معجبة بيه وبردو كانت فاكريا معجب بيها فقالت بس توثق رصين في الحلال وتبدأت رقبه تشوف بقى بيحب ايه طلع بيحب نفس نوع الروايات اللي بتحبها هي فبقى يسلفها الروايات تقراها بدل ما تشتريها من جديد بعدها اكتشفت انهم بيحبوا نفس نوع الاغاني فقالت لروبي على طول على كل يعني المعلومات دي وبقى ترتاح معاه اكتر شوية بشوية علشان شبهها في حاجات كتير وهو برضو بقى يتبسط معايها وعلشان كده لما عرف ان فرقتهم المفضلة عاملين حفلة عازمها تيجي معاه اترددت كده في الاول بس بعدين قررت تروحه عادي كانت فرحونة قوي هناك وهو بقى مبسوط انها خرجت من مود الزعل وهما مروحين سوا بقى قعد يكلمها قد ايه هي شفافة بالنسباله ويعني مش بتعرف تخبي مشاعرها فلايض ان عنده حق فعلا ده على طول عارفها كده فسألته هي حاسة باي دلوقتي على اساس بتختبره يعني اتفاجئت بيه انه مش عارف بس حابب يعرف ودايما عايز يعرف عنها اكتر وعلشان كده نفسه يرتبطه بقت مصدومة من كلامه وتوترت قوي بس على طول اتأسفت له انه مش هينفع بس لما روحت بقت فرحونة قوي ان حد عبرها اخيرا لانه حرفيا كان اول حد يعترف لها بحبه يعني كل ارتباطاتها قبل كده كانت بترتبط عن طريق مواعد مدبر بتاع لكن يعني مش حد بيقول لها بحبك وبيبدأه فاهمين المهم طبعا علشان هي رفضته سبب عليها قوي انها كسفته يعني فقررت تعامله كصحاب قوي المفاجئة بقى انه لقيته بيعملها ببرود جدا ومش بس كده افشيته الصبح واقف مع حبيبته القديمة بيوصلها من عند بيته فقالت بس ده كان واخدني كوبري عشان ينساها ولا بيحبني ولا نيلة فبقيت تعامله ببرود قوي ويتحاول تتجاهله بس ده طبعا مستحيل لان صحابها بقوا صحابه شوية فاضطرت وشوفه على العشاء ولما تساءل بيحبه ولا لأ قال انه ترفض فقالت شوف الكداب رجع لحبيبته القديمة وقاعد يستخفلنا فبقت مش مرتاحة معها ابدا انه هم راجعين سوا لبيوتهم ولكن هو بقى اول ملاحظ قال لها بصي انا هنزل هنا واركب بص تاني فبحركته دي خليها تفكر انه هو اللي مش مرتاح معاها مش العكس فقالت له اه منت رجعت لها بقى على طول فهم هي اللي بتعمله كده وطلب منها تنزل المحطة الجاية تستناه جالها بسرعة ما بقاش مصدق انها استنته فعلا ورح حاكلها ان حبيبته دي جد بتو شربة فيدوبك بس وصلها تاني يوم لكن ما رجعوش ولا حاجة والموضوع ما بسطهش على قد ما صدقه معاه فرحها وبقيتسأل نفسها ازاي في شخص واضح كده في مشاعره وده بدأ يلفت نظرها لي قد ايه هو كويس وبقيت تفرح قوي لما تشوفوا صدفه في منطقتهم ولكن فرحتها اختفت لما عرفت من روبي انه وافق يروح موعد مدبر مع صاحبتها خلاص فحست انه خلاص بقى انسيها وده دائقها جدا لانها خلاص بيتمعجبة بي لقيته يوم الموعد بيكلمها يرجع لها حاجتها اللي سابتها معاه فللأسف شافت الرسالة على الفجر مثلا فاتفق وقيت قبله تاني يوم الصبح وخلاص فبنتنا الاوفر لبست شيك قوي على اساس تبهيرو يعني لقيته عايز ينهي كلامهم بسرعة وقال لها انه راح الموعد مبارح فرجعت بيتها متنكدة انه فرصتها ضاعت بس لقيت روبي بتكلمها تقول لها انه مرحش ولا حاجة ففهمت انه كذب علشان منظر قصادها فقالت بس دي فرصتي وقعدت تجري تدور عليه ولما شافته جمعت كل شجعتها علشان تقوله انها كمان معجبة بي فلوادت صدم يعيني لسه هتمشي قال لها طب ما نبدأ من دلوقتي وبقوا مرتبطين ما صدق ارتبطوا اه بس خبوا في الشغل علاقتهم وبقوا يتقابلوا برا في الاماكن اللي بيحبوها سواء بقى مطاعن في الشارع بسيطة او مكتبة فيها الرواية اللي بيحبوها مثلا كده يعني بعد ما روحت بيتها بقى وحطت المسك بتاعها لقيت الكهرباء قطعت فلما عرف هو قال لها لازم تيجي عنده بيته علشان كده هتموت من البرد في الاول اتكسفت بس بعدين اللي هو ياه لما كنتش تحلف ونزلت له فعلا تروح مع بيته بتبص كده في مرية الاسنسير عادي لقيت المنظر ده طلعت ما شالتش المسكة اصلا فبعت مكسوفة قوي منه لقيته بيقول لها ايه ده انا فكرك قصدة فعلا طول جريت على حمامه تشيله وتلبس بجاميتها اللي جايبها معاها اه كتعمل حسابها واللي كانت ده جماعة ما نظلمهاش الدنيا كانت ضل ما مركزتش بتاخد ايه فرحت ايلاله انها ما جابتش حاجة صراحة جاب لها بجامة من عنده بتمسكها لقيته من غير بانطلون فعادت تقول يمكن ده اللي ستايل ولا حاجة وانا مش فاهمة فخرجت له بيها كده لقيته جاي لها بالبانطلون فخدته جري وبقت خلاص عايزة تنام وكفاية احرج لحد كده وفعلا اول ما قعدت على الكنبة نامت صحي التاني يوم لقيته قصيل ونايم جنبها مش مريحة السرير لوحده ففرحت بس في نفس الوقت بقت عايزة تجري تشوف شكلها عامل ازاي بس لقيته صحي فاضطر يتكلمه الاول وهو فحلا كان ايوم مبسوط قوي بوجودها معاه واخدها يروح الشغل سوا اللي بقت قيل قوي على قلبها لانها رجعت تحب الكتابة من تاني وعلشان كده رحت مدينتها عند اهلها وبدأت تفتكر ذكرياتها مع الكتابة وكررت اول ما ترجع للشغل تستقيل علشان تسعد حقق حلمها وهو انها تكون كاتبة روايات نجحة ومشهورة كانت خطوة صعبة ولكنه دعمها جدا فيها بس الفكرة بقى ان كده مش هيبقى معاه فلوس قوي فبدايت تفكر تبيعي الحاجات اللي ملهاش لازمة عندها فلايت الجهاز ده كده اللي هو بيسوي الرز وكان ما تفتحش اصلا فقررت تبيعه علشان تجيب بفلوسه هدايا لبابي بمناسبة راس السنة عرضته للبيع وفي حد كان عايز يشتريه بس فيضل يفاصل معاه في السعر حبكت بقى يتفق على السعر معاها وقت ما كانت رايحة مع بابي على بيته يحتفلوا سوى بالسنة الجديدة فقالت خلاص تعدي تبيعها الاول بعدين تحصلوا على البيت وفعلا رحت للمكان اتفجأت ان اللي هيشتري منها هو حبيبها القديم كان بقى له فترة شغال في شركة وعايز يوفر من مرتبه بالذات يعني مصاريف الاكل فقال بدل ما يجيب اكل جاهز يعمله في البيت فدور على الجهاز ده يشتريه وزهر له بتاعها فهو نفسه اتصدم الناهية بعايز يكلمها اكتر ومسدق بس لقاها بتقفل الكلام علشان تمشي فالدايق قوي وهي استغربت من الصدفة دي اللي خلت عندها فدول تعرف يطر هو بيعمل ايه في حياته فقعدت تدور في حسابات صحابه وطلعت شركته تقفلت فاتصدمت لانه قالها اخر مرة انه مضى عقد مع شركة اجنبية ففهمت انه كان بيجدب علشان منظره اصادها بس برضو اتضيت على حصله رجعت لبابي قعدت تعمل معاه الاكل وكانت قربت تنسى اللي حصل بس اتفاجئت بيه بعت لها رسالة من تاني انه عايزي قابلها وكان شافها بابي بنفسه وعارف انها منه بس عمل نفسه مش مركز بالذات لما لقاها قررت تروح وتقابله قرر يصق فيها وحتى ما خلهاش تقوله رايحة تقابل مين وده خلاها تحترمه قوي وراحت تقابل ونع علشان تنيه كل اللي بينهم وتعرفوا انها ارتبطت خلاص لما شافها قال لها انه ندمان انه كان بيخبي عليها ولسه بقى هيكمل صدمته انها مرتبطة فاستغرب جت قابله ليه راحت ميدياله بوستر لعبته اللي كانوا عامدينه سوا ومشيت ففهم انه جي متأخر وفي الحقيقة بقى هو مجاش اصلا لانه مدورش عليها مع انه كان فاكرها وندمانته للوقت بس هي يدوبك لما ظهرت فوش بالصدفة افتكر انه يرجع لها وده نوع من البشر ياريت نبعد عنه سوى ستات او رجالة رجعت بعدها البابي تسهر معاي فكان فرحان قوي انها اخترته وفدلوا بقى مرتبطين مش معرفين حد بعلاقاتهم وهي بدأت تبقى مجغولة علشان بتسعف موضوع الكتابة اللي لما عرفت زملتها باللي عملته قايت لها ايدا انتي مجنونة ازاي تستقيلي ده نترقيت في شغل يا بنتي احنا مش صغيرين فوقي لنفسك وعدت دايها بالكلام الواقعي لحد ما يومي بدأت تفوق لنفسها فعلا وترد عليها اللي هو يا بكرة جو برد قوي وعندك شغل كمان يعني حبيبتي صعبان علي انا هنم بروحتي بقى اصلي ما بشتغلش فاخدت حقها بس برضو الكلام فضل يضايقها بالذات انها ما فزيتش في مسابقة الكتابة اللي دخلتها فلما عرف بابي يعد عليها بالليل يهون عليها مالحقوش يعودوا سوا علشان لو اهلها على الباب بقى بابها متضايق منه قوي علشان عندها في بيته وعيب وكده بس خايف يبين يضطرياه عليه ففضل طول اليوم عاند ان هو اللي يصلحه وروح يتقلب بالكورسي فشلوا بابي في الآخر يوديه المستشفى فاردي المراتي عنه اما ماميتها بقى فشكت ان هو ابن العيلة غنية وقالت لها تتأكد وعلشان تتأكد عملت له اختبار الزبع دي تشوفوا هل هيلحس الغطى زيها ولا لا ولو ما عملش كده يبقى غني فعلا وريس زي ما سمعته بيتكلم فللأسف ما عملش زيها قالت بس انا وقعت في حب ابن العيلة غنية هيصدعوني كل شوية ويعرضوا علي اخوت فلوس ويبهدلوني وفضلت يعاني قلقانة وبتتخيل نفسها وهي تتهزق كده زي باركشن هي لحد ما هو قالها ان عيلته عندهم مطعم وعايزينه يورسه مش اكتر يعني ففرحت قوي انه عادي زيها بس اللي عكلا عليها بقى انها فضلت تفشل وتفشل وتفشل في المسابقات اللي بتدخلها لحد ما كلمها مديرك اسمها زمان وعرض عليها ترجع للشغل من تاني فحست ان دي شرى من ربنا وانه خلاص ترجع لشغلها اللي بتفهم وناكحة فيه على لقلها يبقى معها فلوس وعلى طول قالت لبابي هتقوله على خبر حلو قبي لما تسافر له علشان اتنقل فرع تاني للشركة في الطيورة بقى وهي نزلة رجع كلمها مديرها القديم واتقسف لها علشان طلع مديره عين حد في الوظيفة خلاص فاقتنعت انها فقرية ولما سألها بابي على الخبر الحلو توهت الموضوع فسألها على نتيجة المسابقة قالت له كالعيدة يعني ما انجحتش وكانت بتحاول ما تبينش انها متضايقة ولكنه فهمها وقعد يهون عليها بكلامه وده خلاها تعيط من التأثر بس في نص كده ما بتعيط جت لها رسالة خليتها تتصدم وهي ان رئيس تحرير مشهور جدا عجبته اخر رواية قدمت بيها على المسابقة وكرر يشغلها معي معي انها ما فزتش ففرحوا ان اخيرا عملتها وصحابها كمان فرحوا لها قوي لدرجة سفروا لها في نفس اليوم وسهروا سوى طول الليل يحتفلوا وطبعا على حسابها بقتها تعيط على فلوسها اللي ضاعت ولكن دي ولا حاجة قصد انها اخيرا نجحت وده كله طبعا بفضل هو اول حد يلحظ كتابتها ويشجعها انها موهوبة فاتصلت بيه تشكره على كل حاجة عملها معيها وكمان اتقابلوا فلاقاها فرصة بقى يديلها ختم الكابل بمناسبة ان عد سانة كاملة على علاقتهم ففرحت بيقوي انه قد ايه بيرعيها تاني يوم وصلت صحابها للمطار ورجعت هي البيت تستنى يجي من شغله لقيته جاي ومعها بنت في عربيته فاتخضت بعدين افتكرت انه قلها في شغله في واحدة جرته كده ساعد بيوصلها لما الجو يبرد فسألته تتأكد طلعت هي فعلا فطنشت عادي بس لقيتها بالليل وقفة معا بتضحك على اخيرها تفتص من الضحك فقالت لا تم تضحكيني معاك لقيت الموضوع مش مضحك بالنسبة لها ابدا فقالت يمكن برضو فرق السن البت لسه كاتكوتة فمسخسخة على اي حاجة بس دخل لها تسأله هو اعجب بيها امتى كان لسه هيقول لها الوقت الحقيقي بس على طول خلية تانية اعترضت على صدقه ده علشان اكيد هيعمل له مشاكل وخليته يقول لما عرف انها بتسمع نفس الفرق زيه وشفها مستمتعة بالاغاني يعني فالموضوع عدى لخير ووصلها كمال للمطار اول حاجة عملتها قبلت رئيس التحرير اللي اول ما شافها تنح لانه من 14 سنة كان السين بي بتاعها في الجامعة ومعجب بيها اوي ولكن ما تجرأش يعترف لها فبقى شايف ان ده خلاص قدرهم وعلشان هو خبير علاقات ما شاء الله عليه ارتبط مرة واحدة كان بيعملها حلوة اوي على طول ولما تعصف في مرة سابته فقرر يبقى مع يومي دايما متعصب علشان لما هي عملها حلوة تقول ايه ده قد ايك يوت وتحبه على طول يعيني ده اللي كان بيتخيله بس الحقيقة بقى ان هي شافته مريب وبقى يعصبها اوي بالذات لما يزيها تعليقات على شغلها لانه فعلا كان قاسي جدا معاها وكل شوية اتصل ايضي فتعديل جديد فبقت تشتكي البابي منه بس في نفس الوقت خلي المساعدة بتاعته وتبعت لها على بيتها كيك كمكافأة لمجهودها ففرحك بي قوي على عكس بابي اللي حس ان حبيبته بتتشقت وفعلا كان مديرها ده بيحبها جدا لدرجة عزمها على العشا وبقى فرحان قوي لما بقوا لوحدهم لحد ما شف حسابها صورها مع بابي ويتأكد انه حبيبها فبقى حاسس انه تأخر سيكا ما هو مش معقول بصراحة برضو 14 سنة معجب ده انتوا كنتوا خلفتوا فيهم المهم قرر يبقى عملي ويركز على شغلهم وبس فبدأ يعرفها على الرسام اللي هيشتغل معها على رواياتها وكانت كده عيل سخيف بس ما هوب فاستحملته خلاص لحد ما سفرت لبابي يحتفلوا بالسنة الجديدة فاكتشفت هناك انه عارض بيته للبيع ولما سألته قال لها انه احسن ياخد شقة جنب شغله فقدرت موقفه بس استغربت برضو اللي فجأة كده لحد ما شفت عند بيته داون ودي البنت جارتو اللي كانت زميلته في الشغل وبيوصلها واتنقلت لشركة تانية خلاص سلمت عليها اول ما شفتها وعرفتها انه خلاص هينقل شقة تانية لقيت البت بتتصدم وحسن دا بسببها فيومي تفجأت من كلامها وان ليه اصلا حبيبها يمشي بسبب البنت دي رحت ايلالها ان قبل ما تتنقل من شغلها بصراحة اعترفت له انها كانت بتحبه وهتحاول تنساه فممكن يعني يكون توطر بسببها فيعني يومي تصدمت حاولت تعمل نفسها ما عرفتش بس ما قدرتش برضو لان في الحقيقة بابي من اول ما شاف البنت دي وهو مركز معاها وشايفها لطيفة قوي حتى لما اعترفت له بحبها في حاجة جواة هزت ولما شافها بعدها بتمشي المكان تاني نوعا ما داي بس بدأ ينسى كل دا مع يومي اللي رجع من شغله ويدور عليها ما لقاهاش في البيت حاول يكلمها ما بتردش فركب عربيته وبدأ يدور عليها لقاها قعدة في كفيف فدخلها بسرعة يشوف مالها وليه مشيت من عنده كده وكمان واخد شنطتها اتفاجئ انها عرفت حوار دوون فعلى طول لحق نفسه وقال لها بقول لك طنشت دي عيالة يعني متاخديش على كلامها فلقها تسأله يعني هيا لما اعترفتلك انت ما تقصرتش خالص فدل متردد يقول لها الحقيقة ولا لأ ما يعرفش ان بسكوته دا وصل لها الرد أصلا فعلى طول قالت له وينفصله حاول يمنعها ويبرلها انه علشان كده نقل بيت تاني علشان ما يحسش بحاجة زي دي ويجرحها من تاني ولكنها كانت خلاص خدت قرارها وهو البعد لأنهم حتى لو رجعوا مش هيقو زي زمان أبدا وخدت حاجتها وسفرت وبكده علاقتهم انتهت رسميا بس دي مش نهاية قصة يومي وده اللي هنعرفه في الجزء التاني من المسلسل دا استنوا